كوارس في خط ظهر الزمالك حتى المسلوسي انا شايفه مطشين ثلاثة مش في احسن حالته لازم الزمالك كمان اللقطة الاولى اول فرصة هات كده اول فرصة ضياحها النادي الاسراميكا اه 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 اشوف حسام عبد اه اه اشوف حسام عبد نفس الكلام حسام رجع خطوتين ثلاثة وفي الاخر طلع ومغطاش رفصا بص الكرة عدت بقى اتلعبت اي بص هو تحس متلعبت هو فين بقى بص 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 هو فين بص ميرجع فين الكرة ههي كرة بتيجي جنة هو فين السردباك اللى هو المفترض يحمل منطقة دي وهو فين دلوقت يكون راجع بر لاعبة خال характер فهنا فيه مشاكل واضحة جدا لازم لازم حد يؤد الكرة دى لو محمد صبح لو مطولهاش برفض بالظابط لو الصبح ما خرقش مشكلة لازم يعلمه كلام ده و لازم يقوله كلام دا و لازم يكون الزمالك محتاج حد كويس في الحتة دي بشكل كبير زيزو لا زيزو هاي النهاردة ما شاء الله يعني النهاردة من أحسن الحاجات عودة نادز الزمالك النهاردة كان زيزو أحمد سيد زيزو عمل كل حاجة النهاردة في الكورة ما فيش جون من الأربعة غير ما كان فيه لمسة في الآخر من زيزو آه عمل اتنين أسست وأحرز هدف إنما حتى في الهدف اللي هو ما كانش عمل أسست فيه إنما كان مشارك فيه اللي هو الضربة الركنية ولو هم يجبوا لنا اللقطات بتاعة زيزو كلها بص الهدف الأولاني التحرك زيزو بص الكورس ورفع عينه ومعادي ومد المساحة الراجل عملها نموذج لمصطفة شلبي بيقول لأي حد هنا تعالى تعالى جيب جون فده كوالة لعيب لا كوالة لعيب كبير زيزو حاجة كبيرة جدا هنا ده الهدف هو التاني بص زيزو مع عبدالله عبدالله لعب كرة لناصر التصويبة القوية جدا اللي عملها بالزبط كده وقام على طول دونجا أحرز منها الهدف فبرضو شارك معنا شوف الهدف بقى أنا عايزك تشوفه نقف عند الهدف التالت اللي صنعه زيزو بص لا ارجع من الاول ارجع من الاول لا هات اللقطة بتاعة زيزو دي من الاول هنا وقف 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 هنا عايز تقول لي ان اللعب يستلم الكرة من نص الملعب هنا هل المدرب قال له خد الكرة ويعمل ده ولا ده مهارة فردية اللاعب ده مهارة فردية وفروق فردية اللاعب هنا نعرف امكانيات يعني ايه قدرات وامكانيات اللاعب وعدم قدرات وامكانيات اللاعب هنا زيزو عمل بمهارة فردية اختارك كل دفعات سيراميقة من نص الملعب كامل بقى ماشي الكرة في حالتها الطبعية ماشي اللعبة في حالتها الطبعية واختارك وعدم للناس كلها ووسع لنفسه وقدم لساحة نفسه عشان يقرأ للجاي النضاي عشان يحرز منه الهدف الهدف ده من الاهداف الصعبة جدا 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 ومن احلى الاهداف من وجهة نظري نعرف عند الجندا التوضرك ايه وانا اقول لك ليه من احلى الاهداف نرجع شباب نرجع تاني بس